خليني أتكلم في الشكل الأفريكي تحديداً شوية بخبر مهم جداً وهو بيتعلق بأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريكي السابق والنهاردة المحكمة الرياضية تقرر تغفيد عقوبة أحمد أحمد بدل ما هي خمس سنوات بقت سنتين بس والعقوبة المالية قلت كمان شوية زي ما حضراتكم شايفين كده والمحكمة الرياضية كاس تخفض عقوبة أحمد رئيس الاتحاد الأفريكي لقرة القدم السابق النهاردة الاتنين وده كان بسبب أنه كان فيه بعض الخروقات وفساد مالي في أحد العقود الخاصة بالكاف مع أحد الشركات وكان فيه تحقيق من 2017 لحد 2019 واللي أثبت استخدام أحمد أحمد لنفوزه وارتكب العديد من الخروقات فده أدى لإيه؟ أدى لإيقافه لمدة خمس سنين في البداية وتغريمه 200 ألف فرانك سويسشي النهاردة بعد ما كان فيه استقناف وكان فيه كلام أنه ممكن أحمد أحمد لو العقوبة رفعت عنه ينزل الانتخابات المقبلة المقبلة اللي حتكون يوم الجمعة اللي جاية بالمغرب واللي خاصة بالاتحاد الأفريكي لقرة القدم ومقعد الرئاسة كمان تحديدا كان الكل ممكن يكون عنده بعض الأمال بالتحديد أحمد أحمد في إلغاء العقوبة وينزل الانتخابات لكن دلوقتي بعد الاستقناف وبعد ما تم إصدار قرار نهائي أصبحت العقوبة كالتالي إيقافه لمدة سنتين وتغريمه 50 ألف فرانك فقط فبالتالي يقدر يخش الانتخابات اللي جاية مش اللي جاية دي اللي بعديها بقى مش اللي هي حتخلص يوم الجمعة دي اللي خلاص متسبي هو الرئيس الكاف الجديد رئيس الاتحاد الأفريكي بالتسكية لا حيخش الانتخابات بعدها بالنسبة لأحمد أحمد لو هو رغب في ذلك لكن أصبح في حكم المؤكد في انتظار الإعلان الرسمي بعد انتهاء الانتخابات ان خلاص باتريس متسبي الجنوب الأفريكي هو رئيس الاتحاد الأفريكي لقرة القدم بالتسكية وخلفا ليه أحمد أحمد الرئيس الصادق للاتحاد الأفريكي لقرة القدم ده فيما يتعلق بهذا الخبر